رجعنا لحضراتكم ومعانا أفكار وروعة مليانة من الشارع اللي هو حاسس بالوجع حاسس بوجع الكسل وإزاي هو بيأثر في مستقبل حياة الناس إزاي إن الكسل بيدمر غدة الأمل وغدة العمل وغدت كتير في قلوبنا وفي حياتنا زمان كان المصريين لما بيصحوا بدري وبينزلوا الشغل كنت تحس قوي ببركة البكور اللي حضرة النبي صلى الله عليه وسلم دعا بيها لما قال اللهم بارك لأمتي في بكورها كنا الصبح وهو مختلط بصباح الخير اللي معانا كل الكلام ده كان بيعمل حالة من حالات الساعة وبتباني البركة اللي هي معناها زيادة الخير في حياة الناس وكأن الصبح جاي يبشر المصريين ويكتر ابتسامتهم ويخللوا شوش مليانة أمل ومليانة فرح وكأنها مستبشرة إن الشمس دي حديثة وعهد بربها وتلاقي الشارع وكأنه صاحب البهجة وبالبركة وبيلم وبيملى دوت في طرقات الناس وبيرش على لجوه محبة وبيرش على لجوه صفاء ونقاء وسعادة لأنهم رحيين في طريق شغلهم اللي بيجيب لهم لقمة عيش مغموسة بماذا؟ مغموسة ببركة الله ويبقى صباح الخير يا عم فلان وصباح الخير يا عم فلان وكأنه كله بيقوله استبشر الرزق هيتسع استبشر الرزق جاي النهاردة شويتين تلاتة عندنا حاجات كديدة إحنا لابد إن إحنا نشوفها اليوم جديد اليوم عند المصيرين هو مولود جديد بيستقبلوه هل مازال حتى الآن ده؟ احنا هنشوف بيحسوا كانوا بيحسوا إن اليوم ده مولود جديد جاي بمدد ربنا كأن مبارح ده جه مولود جديد بعد التعب وبعد الشقة وبعد العانة جه الصبح رح غاسل كل ده وربنا سبحانه وتعالى قدم لهم مولود جديد مملان بالأمل وباليقين من ساعة الله سبحانه وتعالى العمل عندنا ما كان شعب ولا هم تقيل ولا كان خصم من الحياة تصدقوا العمل كان إيه؟ العمل كان رجولة كل من الواحد بيعمل كل ما كان راجل كل ما كان بيعمل كل ما بيحس بأنه هو حياته لها معنى العمل عندنا كان عين الحياة ولما الواحد يجي يسأل نفسه أنا إيه أمتي؟ أمتي بالله أنا بعمله لأنهم كانوا فهمين أن قيمة المرء بما يحسنه إنهم كانوا بيعملوا ليه؟ بيعملوا إن العمل ده محل نظر الله وقل يعملوا فسأر الله عملكم ورسوله والمؤمنون فلما كانوا بيعملوا كانوا بيعملوا وهم حسين بمدد ربنا ليه؟ لإني العمل عندهم كان بيعشقوا بالقيم قيمة إيه؟ قيمة إنهم محل نظر الله فبتسري في تفاصيل حياتهم كل ما بيعمل الست كل ما بتعمل في البيت ويبت الصحابة دري تأكل ولادها وتلبسهم وتجهزهم عشان تروح المدرسة والراجل كمان هو نازل على باب رزقه يحسوا بالجمال والبساطة ويحسوا بالخير بيملح حياتهم فالعمل كانوا بيعيشوا على أنه مصدر من مصادر الكرامة وكانت كرامتهم مكتوب عليها أنا مسؤول فأنا كريم فبيخرج الرجل وبيتحمل المسؤولية عشان يثبت أنه رجل وبيثبت أنه داخل في قوله تعالى رجال صدقوا ما عادوا الله عليه فكان رجل فالأمانة عندهم والحرص على أهل البيت ورعايتهم كان من أهم معاني الإحسان اللي بتحسسهم أن ربنا سبحانه وتعالى بيحسن إليهم وهم عليهم أنهم يحسنوا كمان بالعمل فالعمل كان أداة مش أداة لقمة العيش بس كان العمل معنا من معاني الحياة الحقيقية اللي بتتسع بركتها ونورها لما الواحد يظل بعمله في محل نظر الله العمل عندهم كان يتحب يتحب ليه؟ لأن فيه كل الجمال ده وربنا سبحانه وتعالى بيحب الناس اللي بتعمل وهم عارفين أن ربنا سبحانه وتعالى جعل العمل ده من كرامة بني آدم وأن الإنسان ده مفتور على العمل و لما بيقل عمله و بيقل جهده في أنه هو يعمر و ينتج بيبقى الإنسان ده و تبعافية و يتراجع الإنسان فيه و يحس أنه هو قالت إمته و يحس أنه هو بقى إنسان على الهامش إنسان ملوش القيمة الإنسانين لربنا جعلها في قولي تعالى و لقد كرمنا بني آدم عارفين أن العمل تكريم مش تحميل عارفين أن العمل بسط للرزق مش العمل حالة من حالات الفتنة و حالة من حالات الألم و عشان كده ما كانوش بيكسلوا و عشان كده ما كانوش بيبصوا للعمل على إنه عبء لكن كانوا بيبصوا للعمل على إنه إيه؟ على إنه باب مفتوح عشان يشوفوا رزق ربنا و يشوفوا كمان جمال مدد ربنا سبحانه وتعالى و عشان كده العمل من معاني اللي بيتحس بيها بهويتي بإنسانيتي و أهم من ده بحس بأن أنا عبد المولاي اللي دايما بيرزقني عشان يقول لي إن العمل بتاعك ده باب من أبواب الدخول عليه و عشان كده إن الله يحب إذا عمل أحدكم عملا أن يتقنوا يبقى ربنا بيحب العمل و بيحب الإتقان في العمل فالإنسان بيتخصن من حياته و بمساعدته بمقدار ما بيتكاسل و لازم نعرف إن الكسل مش هو الراحة بالله عليكم الكسل مش هو الراحة الراحة مش إنك ما تعملش حاجة الراحة إنك تعيش و إنت بتعمل الحاجات اللي إنت بتحبها و بتدخل السعادة عليك و إياكم النفس مش هتيجي تقول لك خليك إنسان ربنا ما بيحبوش ولا هتيجي تقول لك خليك إنسان ملكش لازمة ولا هتيجي تقول لك خليك إنسان على الهامش لكن النفس ممكن تعمل لتدخل عليك بقى من باب كده عامل زي سم السيانيد كده من باب أنت ما تدراش بيه زي الهوى كده لما يدخل و يدخل في جسمك فيصيبك بالزكام لكن للأسف ممكن يعمل حاجات أخطر من إنه هو يصيبك بالبرد إزاي؟ الكسل يسري في جسمك و خاصة في وقت ما أنت تحس إن أنت محتاج للمكافأة ولذلك في نوع من أنواع الكسل خطير جداً اسمه كسل المكافأة اللي بنسميحنا باستلحنا الدارك كده الأنتخة في بعض الناس بيشوفوا نفسهم من حقهم إن هم بعد كل نجاح إن هم يأنتخوا بعد كل فوز إن هم يأنتخوا مع إن حضرة النبي صلى الله عليه وسلم قال بشكل واضح إن الله يحب إذا عمل أحدكم عملاً أن يتقنه و رح واصل للكلام ده خير العمل أدوامه و أنقل و نتذكر إن حضرة النبي قال لنا حاجة و كان بيعلمنا درس من أروع الدروس إزاي نفهم خطورة الكسل حضرة النبي كان يقول اللهم إني أعوذ بك من العجز والكسل ليه العجز والكسل؟ قال له دوت ممكن يكون من باب إضافة السبب على المسبب يعني أعوذ بك من الكسل الذي يوصلني إلى العجز و لذلك لازم نعرف إن الكسل من ألعيب النفس الأمارة بالسوق مش شيء عضوي يعني أنت مش كسلان لأنك أنت تعبان غلط إزاي أنت تصحى الصبح و أنت كسلان ده أمر نفسي يبقى الكسل ده أحد تعبيرات النفس على الرفض رفض العمل رفض النجاح الجديد رفض البزل كفايا أن يبقى تعب فالنفس اتطلعوا لك في شكل كسل بعض الناس لما بيتعرضوا للشدائد بيحسوا إنهم وقعوا تحت ضغط و ده بيحسسهم بالعجز و إنهم مش قادرين على أي حاجة فبيكسلوا و مع إن الشدة دي لو أنك أنت مشيت معها إن أنت تجزقها و تتعامل معها جزء جزء إيه اللي حاصل؟ هتكتشف الحقيقة إن الشدة دي مش شدة ولكنها شدة جذبة إلى الله لإن الحقيقة الشدائده يا مصنع الاتزان و إن جيت للحق يعني الشدائده يا مصنع الرجال مصنع الرجل السابت الراسخ اللي مش هيكسل لغاية ما يبص يلاقي نفسه عاجز و محتاج حد يشيله و محتاج حد يساعده و محتاج و هو مش قادر يقوم بواجباته لإنه ابتدى بأخطر سم في الحياة و هو الكسل يبقى لازم نعرف إن الشدائد ربنا ما وجدهاش عشان يعذبنا ده وجده عشان يهذبنا يبقى إيزان كل مكان واحد فينا ثابت في وقت الشدائد و ما كسلش كل ما يشوف حياته بتتسع و كل ما بيزيد نؤيته لمدد الله كمان زيادة الفردانية خلت إحساس الناس بالمسندة يقل مسندة الناس لبعضها و دعمهم فخلهم يشوفوا إن مدد ربنا سبحانه وتعالى اللي في العون و في الود للناس مش موجود فبطلوا يساعدوا الناس فبطلوا إحساسهم بالثقة ولا إحساسهم كمان بالسعادة و زاد شعورهم بالإحباط و زاد شعورهم كمان بالكسل و العجز لأنهم بطلوا يساعدوا بعض يساعدوا بعض ليه؟ لأنهم زادت فردانيتهم و يحسوا بنعمة الحياة مش هيقدروا يحسوا بنعمة الحياة لأنهم أصبحوا كسالة و الحياة تحس بنعمتها لما تتمشي في طرقات الحياة و تلاقي جمال ربنا و مدد ربنا معه في كل حد يما مقارنة بحنة طول الوقت مع الآخرين بيزود الإحساس بالعجز و عدم الرضا و أهل الرضا يا سادة مش هم اللي بيقنوا أنفسهم بغيرهم أهل الرضا هم اللي بيرضوا من غير عجز و بيستمروا في العيش و يحسوا بسعة نعمة ربنا سبحانه وتعالى طب نعمل إيه و الكلام ده كله إحنا عايزين نتعلم منه إيه عايزين نتعلم حاجات مهمة جدا جدا و خاصة في ظل التسارع التكنولوجي و السوشيال ميديا اللي بتستهلك أوقاتنا و أقولكم حاجة من أكبر دواعم الكسل في حياتنا المعاصرة السوشيال ميديا عارف أقولك عبارة كده لطيفة قوي تخلي الناس تدمن الأنتخة و تدمن الكسل قالوا على فكرة أفضل عشر دقايق في اليوم هم الثلاث ساعات اللي قبل النوم اللي بعودهم على السوشيال ميديا أفضل إيه؟ عشر دقايق هم الثلاث ساعات اللي بعودهم على السوشيال ميديا قبل النوم ثلاث ساعات ثلاث ساعات يا سادة ما بنعملش في يوم أي حاجة غير إن احنا بنكرس سالوه بس يا سادة احنا محتاجين نواجه نفسنا كل الكلام اللي قلنا ده بيقولنا يا سادة احنا محتاجين نعيد نعيد معرفة مفهوم الرجولة مرة تانية و نخلي في مركز مفهوم الرجولة حب العمل و نرجع في مركز مفهوم الرجولة حب الحياة و نرجع في مفهوم الرجولة هو الاستمرار في النجاح و ما نوقفش لإن إحنا لو عملنا كده هنأتلزز بالرجولة و هتبقى الرجولة هنا أنا أقصر الرجولة الصفة الرجولة اللي تنفع للذكر وتنفع للأنسة الرجولة الرجولة اللي تخلي تخلينا ما نأجلش و ما تخليش الستات تتوجع في البيوت لأن جوزها كسلان فبيأجل ولا الست تأجل إن هي تسامح فالبيوت تشتعل الكسل يا سيدة ما تتصوروش إن هو أثره بس موجود في مجال العمل ده موجود مع النفس كم واحد أجل و كسل إن هو يغير من ذاته يروح يتعلم حاجة جديدة كم من الناس في علاقتهم بأسرتهم عجق كسلوا فأدى ذلك إلى عجزهم وأصبحوا يقولوا خلاص ما بقيناش قادرين و ما بقاش في حل في بيوتنا الكسل يا سادة كرثة و لذلك تعالوا نشوفها نعمل معا إيه أول حاجة أول إجراء تتخلص بيه من الكسل طول ما أنت عايش طول ما سبب وجودك بيتجدد و ربنا سبحانه وتعالى بيخلق فيك كل يوم الصبح نور و بركة و مدد اوعى تهدر هذا المدد قول الحمد لله الذي أحيانا بعد ما أماتنا و أنت قلبك مليان أن أنت حياتك حياة جديدة كاملة ما تنقص منها حاجة ده أول إجراء الإجراء التاني اللي أنت لازم تعمله وبشكل واضح جرب تغمس عملك في كل يوم أو عمل بتعمله ولو كان مكرر تغمسه في إيه؟ في أن أنت تغمس العمل ده في قيمة جديدة يعني النهاردة أنا أشتغل و بقيمة إيه؟ أنا أعدعم وسند الناس لا ده أنا بكرة أشتغل بالعمل بإيه؟ أن العمل ده سبب من أسباب أن أنا أضيف قيمة إضافية في حياتنا لا ده أنا كمان بكرة أعمل بإيه؟ عمل بقيمة أن أنا هسعد نفسي لما أشوف الله سبحانه وتعالى أجرع على إيدي الخير والبركة لا ده أنا كمان أعمل النهاردة أن أنا أكتهد أن أنا أكسب اللقمة الطيبة فأحصن نفسي بالعمل الصالح وأحصن نفسي كمان باللقمة الحلال كل يوم تتخلص من الكسل لو سمعت خطط لكل حاجة حتى خطط لراحتك لما تيجي تاخد أجازة خطط الأجازة فأوقات الراحة مش أوقات فراغ ولكن أوقات مليانة سعادة يبقى الراحة هو أنك هترتاح لما تملى الوقت سعادة ولذلك خطط في الأوقات اللي بتاعت الراحة أن أنت تجدد نشاطك وتستثمرها في أن هي تجعلك موصول أكتر بنعمة السعادة كل ما تعمل ده كل ما تحس أن أنت أفضل كمان من الإجراءات اللي احنا لازم نعملها بشكل واضح أن احنا كمان لازم نقوم بالخدمة وأول ما تسمع أن وقت حاجة جات قوم واستعين بالله ما فيش حاجة أتكسلك إذا حسيت أن ابنك متردد ابنك محتاج لك قوم وكلمه وقت أزان أزان لعبادة دعم الأولاد جاه لكل حاجة أزان ما تتأخرش عليها عشان تاخد السواب العظيم وتاخد بركة أوائل الأوقات وينفتح قلبك على نور رب السماوات وما تنقطعش أبدا على كل خير جه بسر اللهم بارك لأمتي في بكورها بكر في كل حاجة مبادر ربنا هيوسع عليك يا رب وسع علينا وجعلنا دايما من أهل البكور وجعلنا من أهل المبادرة بكرمك ومددك يا رب العالمين ترجمة نانسي قنقر